وينضم إلينا مشاهدين عبر سكايب بن الرياض صانع المحتوى ومطور لعباته خالة فاطمة عبدالله آل حمد حياك الله عبدالله في البداية عبدالله نتكلم عن صناعة الألعاب بشكل عام حدثني عن مدى صعوبة هذا المجال صراحة في صناعة الألعاب هذا أنت لازم تكون تعرف كل صغيرة وكبيرة يصير علشان صناعة الألعاب مو بس أن أنت تبرمج وخلاص هي الصعوبة حقتها تكون تصريح الأغلاط وتخلي اللعبة كاملة متكاملة نعم عبدالله بالنسبة لي صناعة الألعاب كيف بدأ معك هذا المجال وكيف استطعت أن تطور نفسك في هذا المجال خصوصا أنه غير منتشر لدينا صراحة أنا كان عندي شيء في الدوام فطلبوا مني لدارة أني أسوي زي الفيديو بس الفيديو كان لازم أستخدم أنري الإنجل اللي هو البرنامج اللي استخدمته في تطوير الألعاب مع مرور ووقت صار عندي شغف أني أتعلم الألعاب حكم أني شبت أشياء كثيرة عن تطوير الألعاب وأنا قاعد أبحث عن حل لمشكلة كيف أسوي التاسك اللي طلبوا مني الدوام فلما رجعت البيت بديت أتعلم حبة حبة لما سويت لعبة خالة فاطمة نعم بالنسبة لعبة خالة فاطمة أي شيء أبرز التحديات التي واجهتك إلى أن وصلت إلى فكرة اللعبة خالة فاطمة في البداية كانت عندي فكرة بسيطة بس كانت أني أسويها كانت مر أصعب حكم أني كنت توني قاعد أتعلم فاستبدأتها إلى خالة فاطمة اللي هي لعبة رعب لأنه لعبة الرعب تعتبر من أسهل الأشياء أو أسهل الألعاب اللي أنت تسويها لأنه أنت ما تحتاج أن تراكشن كثير حديثنا عن فكرة اللعبة فكرة اللعبة هو أنت مخطوف في بيت من قبل خالة فاطمة وزوجها فأنت راح تلاقي طريقة عشان تهرب من البيت من الطريقة هذه أنت راح تواجه الغاز تحلها عشان تفتح أبواب في نفس الوقت خالة فاطمة راح تكون موجودة في البيت فأنت لازم تخلي خالة فاطمة تصيدل نعم بما ذكرت أنها لعبة رعب ما هو التصنيف العمري لهذه اللعبة التصنيف العمري هي 16 سنة نعم صنفوها هيئة الإعلام يب هيئة الإعلام طيب عبدالله كم عدد الأشخاص الذين عملوا على إنشاء اللعبة هل أنت عملت لوحدك أم كان هناك مساعدة نعم أنا عملتها لوحدي بس في أشخاص ساعدوني من ناحية الفويس أوبرز وما قصر وراء اللي معي في الدوام اللي معي في الدوام هم كانوا بالأصل مطورين ألعاب فهم ساعدوني صراحة بإيجاد حلول المشاكل في نفس الوقت كانوا هم مرة مهتمين وفي نفس الوقت مسابعيني يعني هم ما قصر كان يعطوني أفكار مرة كثيرة نعم حانا شاهدنا مع بعض أبدالقمر شوية الترير للعبة توقعاتك أنت للعبة وانتشارها هل تعتقد الناس ستتقبل هذه اللعبة؟ طبيعي في كل عمل أنت لازم تلاقي شيء إيجابي وشيء سلبي أو أنه ردود فعل إيجابي أو ردود فعل سلبية نعم إذا كان هناك ردود فعل سلبية ستسعى لتطويرها مثلا؟ نعم الآن هي اللعبة موجودة في كاس العالم للغيرات الإلكترونية الهدف من وجودها أن الناس يعطوني فيدباك عن اللعبة وانا أصلحها هذا هو الهدف الأساسي في نفس الوقت يجربون اللعبة نعم وبالنسبة لقصة اللعبة عبدالله هل استعنت بأحد مثلا كاتب أو راوي يكتب لك قصة لهذه اللعبة؟ بالصراحة لا لأنه أنا بالأساس صانع محتوى وعشان ألاقي محتوى شيء للأوديونس حقيني مرة كان سهل موضوع نعم وبالنسبة اللعبة هل تعتمد بشكل يعني بشكل عام على الرعب النفسي أم يكون هناك قصة مثلا القصة بحد ذاتها تكون مرعبة؟ هي أشياء مدموجة مع بعض بس كمضلة كبيرة اللعبة هي أنه أنت لازم تحل لغز في نفس الوقت في خالة فاطمة تدور عنك فهو زي تقول أنت 14 ساعة متوتر يعني ضغط نفسي إلى أن تستطيع أن تحل هذه المشكلة طيب عبدالله بالنسبة للوقت الذي أخذ منك من إنشاء الفكرة والعمل عليه حتى إطلاق الديمو كم الوقت؟ من يوم ما بديت أتعلم إلى يومك هذا كان ثلاثة شهور الثلاثة شهور هذه كان فيها كتابة الفكرة القصة التسجيل الأصوات كل شيء يعني؟ نعم في نفس الوقت كنت قاعدة أتعلم تمام طيب بالنسبة لعبدالله اللعبة هل ستكون مثلا هي لعبة فردية أم ممكن أن تكون لعبة جماعية؟ إن شاء الله هي رح تطلق كلعبة فردية بس إن شاء الله مع مروع الوقت رح يكون فيها لعبة جماعية إن شاء الله نعم هل عبدالله يفكر مثلا بعد لعبة خالة فاطمة بأن يبدأ في إصدار ألعاب أكثر؟ إن شاء الله هل تفكر في تطوير لعبة يعني تستمر في تطوير لعبة خالة فاطمة أو ستبحث عن لعبة جديدة؟ حاليا رح أسعى لتطوير لعبة خالة فاطمة لأني لقيت إعجاب مرة كبير من المتابعين ومن الناس اللعبوا اللعبة فإن شاء الله يعني رح أسعى لتطويرها إن شاء الله مستقبلا رح نفكر في لعبة ثانية إن شاء الله نعم سعيد بتواجدك معي صانع المحتوى ومطور لعبة خالة فاطمة عبدالله الحمد شكرا جزيلا لك عبدالله